عدلي عدلي الشامة عدلي عدلي كرامة عدلي 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 شامة عدلي المتلازمة ضربت حتى موزيق يا أخوية صحة شريف دك يعطيكم الصحة رح أبيك أخوية شكر وإخوية جمال متشرف برشة وسامية وليكيبال كل مرحبا مرحبا بيك أخوية مرحبا عزيزة جبالي شخصية لورال في قناة نسمة في مسلسل رجوج المسلسل اللي شارف على النهاية 18 حلقة قاعدين نتبعوا فيه هنا قاعدين نشوفوا قاعدين نتبعوا ومشنا نعرفوا معك أنت حجم التفاعلات اللي رافقت دور لورال في مسلسل رجوج أول مرة نشوفوا عزيزة جبالي في دور الشرير سنسنا بيك والدلحومة في النوبة أطفال الطيب يعني دور خرجك في مساحة أخرى مغايرة تماما عزيزة جبالي وي وي وذلك كان الوبجيكتيف الحقيقة معناه من اللي خممنا في الكتيبة وخممنا في الأدوار كان الفكرة أني نكسروا مع شنوارا ونلعبت قبل مع الفكرة السائدة متاع عزيزة ينجم يكون في الكوميديا كثيرا ينجم يكون وجهه جنتي تويتيه لجنتيه حبه بمحله ونرى اللي الممثل ما لازموش يقبلهم ويستحببهم القلب ويقول إياه يقولوا عليها هكالي لازمو يحاول يفاجأ ديمة جمهور وبشتفاجأ الجمهور لازمك تخرج من الزون دو كنفورم تاعك تخرج من الحاجات اللي خدمتهم قبل وتكتشف يروح كنتي حاجات وتخلي الجمهور زده يكتشف معاك وهذا كان الوبجيكتيف وهي شخصية كانت مخيفة للتوانس وقت اللي يتابع فيها ونزلوا يتابع فيها في مسلسل رجوج مخيفة بالنسبة لك أنت كممثل؟ وي مخيفة أكثر من التوانس هاي بيانسور بيانسور خاطر عبء كبير خاطر كان ما تخافش من الورال ولكن ما يقلقكش لورالسك فما مشكلة كبيرة في الأحاسيس اللي بشتوس للسبيكتاتور خاطر بشتوس الرجوج الكل متقلقة مع هالمواطن تفرش منش كلكشخة ها تفرش كلكشخة ما شاء الله فمتأس توتا فينا رمال أنه يخوف لازم يخوفني أنا لازم نعرف قيمة المسؤولية لعتهيلي عبد الحميد بوشنق خاطر مهم ياسر أنه أنك زادة أنت تحب تخرج مزون دو كنفور ماش كون زادة بشي خرجك مزون دو كنفور ويخرجك من البلاسة اللي انتفاء رغم لي أنا الرأي زادة ما كنتش في زون دو كنفور برشا أنك أدوار فما أدوار معناها فما روشيرش وكل لكن نقوله أول مرة كما قلت أنت أدوار شرير للإنسان اللي ما تناجم كان تكره وتناجم كان تتقلق كدره أنا قلت أنه توانس تقلقوا خافوا فبعد نشوفوا التفاعلات وصلت إلى حد التماهي مع الشخصية معنا ناس تعتبر عزيزة جباني لورل أي أي فما ديفوكو بتاع تهديد متاع سبان أي ما يفرقوش ورد بالك وسيب ناجي أي سيب روزا آه إلا عباس واي أي تهديد 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 سبان يسبوني بالكذا ونفرح برشا لحقيقة قدمة يجيني سبان ليه أي كورل معناها كورل الرائل اللي لورل المباكت متاعه كبير من نجم كان نفرح ولحقيقة فما زادة برشا مساجات متاع ناس بهين ينجموا يفرقوا بينسور ما بين الشخص والشخصية أحكد البكري في الكواليس على الشخص يتبع في المسلسل بعتلك بشوية بشوية كلي تحسوا بينه وبين روحوا هوك ومتفرش في الحلقة سكر الباسي كلي عاك بتوى شويش شوف يا الورل تسمع فيو هلا مزلت تمس ناجي ولا مزلت وهكا يهدد فيو ورد بالك هلا محبوبة وخايف على محبوبة في الموضوع خاترين هدد يوسف محبوبة وكي يقول لك بش يلعب المحبوب راني بش نعمل لك وراني بش كذبين 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 نجمش حتى نصفلكم يعني شي ما يتعديش وكهو أنا بعثت له ها ها راوض حكت أنا من نجم كان نضحك معناه خاطر خاطر الناس دخلت مع البرسوناج وعاشت معاهم وهذا مهم ياسر بعض ناس تعرف له هو تمثيل ماي وقته في المومان وانتي تتفرج تحس برشا غول حتى دارنا أنا أمي قاتلي معادش نحبك تعمل حتى حاجة به هي بش من مايتزعزاعش كورهي ليك فهمتني نكر هيك إنفو بورتو تعلق اللي عاتيني هذو ما ثمنتش نيوم بش نكر هيك فهم معايش تعمل حتى شي باهي لما عانيجيا لما حتى حتى نحبك خايب توتو قاك يرزيني من الحنيان نحبك خايب توتو لو بش نقعة كاريت خليني نقرر بش تكرهني فهمت وانتي قاعد معانا انتي من الناس المساهمين في السيناريو في كتابة السيناريو كتبت لي نفسك وإلا عبد الحميد قالك هذا الدور وهذا اللي حبك تخدم عليه معانا زوز 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 هو الحقيقة معانا هي الفكرة الأصلية لعبد الحميد دونك جايب مو خطط نجم نقوله معانا عندو شوية البرسوناج وين يحب يحطهم وين ماشين وكل من بعد نحنا ونا ديفلوبي ما بعضنا غادي وين قدمنا وين من اللي كانت فكرة وكانت أحداث اللي ولا سيناريو بثمانتاشنا حلقة ولا سبعتاش حلقة وقت خطر من بعد ولا ثمانتاش دونك هيدا هو معاناها الكتيبة من الاول اني كتبت حاجات الروحي كتبت حاجات الديزاكس اخرين وهكاكا ما كانتش كان حاولنا معانا انا موليت تورال غيالما إلا ما وفي كتبت السيناريو ما كنتش نخمم معاناها نخمم في الشخصيات نحاولو نأخذو نبعدو عليهم لماكسيمون ما تخممش وانتي قعد تكتب كيفاش بش تلعب ذيكا ولا كيف بش تصير تخمم أكثر فالحبكا كيفاش تكتب الحاجات بالصحاح وتصدق انتي وتصدق لي كيف لكل الحاجات اللي نكتبو فيها ومن بعد يصير التركيز على البرسوناج خطر لازم تتحاول تقسم بينيتهم خطر الممثل ما غير ما يشعر يش بد الروح هو دوك مهم انك تكون مركز على انو البرسوناج الكل شدين بلايسوا عزيزي جبالي اللورال هو بابلو اسكوبار تونسي؟ نون الحقيقة نون انا مراهش هكيكا وما خممنيش في الكتيبة الكلنا دايغ يمكن هكا اكثر رفيرانس ردتها العباد فكرة الصحفية وروزا انا وروزا والعلاقة لما بينتنا يمكن الحاجة الوحيدة البوان كومان بنات بابلو اسكوبار ولورالا الحاجة الوحيدة كانت تعطيني حاجة اخرى قوليا شو اذك الحاجة الوحيدة اللي جمعتكم؟ اي خاطروا واحد رجوجي واحد كلهم وانتي تخدف للشخصية؟ مامشيتش لرفيرانس هذيكا؟ مامشيتش للا نون مامشيتش في رفيرانس ينجم يكون انكوانسياما مانيش بش نجز من جين قولك اسمع مامشيتش فما دي رفيرانس فما حاجات تتعبب بهم روحك وتفرج فيهم وتنسى ليهو مغروسين في مخك يخرجوا اوتماتيكما في اللحظة هذيكا خاطر بانكراونتا ممثل سيبكو حاجات شافهم حاجات تعلمهم حاجات قراءهم حاجات تفرج فيهم وي ما اني نقول ان نخمم فيه وانا قاعد نلعب نو الحقيقة معنا يمكن مراش وين الحقيقة خاطر ما تفرجوا نعرف الناس على شكوان تحكي اللي رول نحكيوا على الرول بتبع مش بابلو اسكوبار الحقيقي حكيوا على ناركوز ناركوز اي لأبر هاني قطلك الصحفية والعلاقة مع روزا انا وروزا الورال وروزا ما مراش انا تخو بوان كومان فهمتو يا ما انا عزيز بالمنين جبد كل هذا الشر اللي يخدم عليه في الورال من المخيلة من المخيلة ساعات ساعات ترا حاجات ساعات تعيش حاجات وكي ما قطلك تنسى ليهما في الميموار متاعك فما روشارش زادة فما روشارش ان يريت درت شفت حاجات نتفرج في برشة فيديوهات متاع موقفين بلا قناع يحكي معا كناتري يحكي معا واحد ما كل الناس المهربين لغتهم فما دي ريبورتاج تخدموا في تونسي شابه حتى بعثت لي نحياه وسامي شاويلي بعثت لي قال لي أنا خدمت عليهم ياسر وعملت برشة ديز انترفيوه وقال لي بعثت لك المساجرية بشي قولك هو نعرف وريد وذي نعرف وريد وحكيت معاه قبل شخص هذا نعرف كفيش يتصرفه فما الخدمة ديك وفما حاجات اللي جابيهم عبد الحميد كي ما قطلك اللي عاونوني برشة في الكمبوزيسيون بتاع البرسوناج اللي هو ما كنتش النجم نشوفه دي فوا يمشي الغادي هو هازني الغادي دوك يعاون دوك تقول بش نمشي الغادي لازم طريقة معينة لازم لازم فكر معين لازم أتيتود معينة اللي نصدقها لتقعد كي من الجريماسة ذيك اللي قاعدت أنا تقول قاعد نحاور فيك عزيز بيلي ثم حاجات ما زالت شدة فيك من الورال ثم دي تيك مازالوا موجودين في عينيك في فمك في تقريبا هكا منها في متخوفنيش شاكر عايش خوي اي انا مش خوفك شفي مش خوف صاحبو سمعني لا والله بجد نحكي معك هنا قاعد تقول نحاور فيك مازالوا اللي تيك هذو ما موجودين فيك اي 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 هو رو معقول معا بريتو قاديش عانا مالي كملنا تورناج سي توتافي نرمال انك كي تمشي حاجة كمبوزي أوتان تمشي فيها جوز كوبو للاخر تصدقها تعيش معها أحاسيسها تولي رك بش تنجم طالع بس تبررلو حاجات اللي هما عمرو وعزيز بيلي ما كان يبررهم لس شخص هذاي مستحيل تحاول تبررلو بش تلقى كيفاش تصدقك كيفاش يجيب لاموسيان دوك سي توتافي نرمال ما يعيش معاك بريود يمكن أول مرة نعيش لحقيقة فكرة أنه غريماس ولا حاجة تقعد لي من البرسوناج ما قاعدة تمشي على روحها كل ما يقدم الوقت وما تخوفني شبابة لترسيلي بسي وتريتمون كهو أنا حبيت نعرف معك التجربة ما أنا قاعدوا عايشين لغريماس يعيشوا معك شوية ما غير ما تشعر كيتسها هكا ولا ترجع ولا عايت لك عب تلقى مي سيد ريفليكس يقعدوا تلمو عاشت بيه أنا قط لك متعشك كهذا لا 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 زيدو غزول له هكا لأنا مش نجاوبك شوية ساعة نحبكم نحبكم مزوز من أجنب جنب سنبوا مش نجاوبك أنا في نفس السياح عاتر بحكم ما إنتي مش سهل الوقت اللي تخدم شخصية في النوعية بتاع الورال أنك مش تتخلص منها بسهولة تقعد معها شوية ترجع في حركة تقعد أكد تقولتي الصداق الشخصية بزبت قمرت سيدي محروس بعد البدة باش نجمت أنا من في العادة وقتا ما نعمل الشلاغ ما بشلحي الشلاغ ما عبمج المحروف الشلاغ حاجة منك تستنسبه وتقعد فيمتي الغزرة والحركة والإحساس والشل الجو هذاك أنا سو عندي سؤال العزيز معنا أنت سألته سؤال فكيته لي بتاع الحكاية في الأليان بشجبت المراجعة لكن مما المنصف المصغني مرة حكالي على شيطان الإبداع تذكر إلى البطرت�� لا لنضع جمال يكسرت برشة بنيتهم أنا في مخي وابنيناهم أنا وعبد الحميد ولا حاجات اللي هو من بعد ما جاوش كي تقول اكسيون ما جاوش ماوش هادوكم اللي جاو جاو حاجة تخرين فمت بالضبط هذك هو ركبنا وقلنا هكا ونجمي كون عندو هكا خاطر تركب سين البرسوناج اللي يتحمل يتحمل برشا حاجات ويمشي على خيط رفيع جدا بينت انك تمشي في سورجو ولا انك تمشي في حاجة كمبلتمن بيزار اللي مايتقبلوهاش العباد وكل فما اندوزاج اللي صار دون مانيخ اوتوماتيك تحس انفيت معاك انو جامل انا حفرنا برشا في بكود ريفيرانس وجرب هكا جرب اشتح معاها الشطحة مثلا اللي شتحتو ما عنده حتى علاقة بالشطحة عدلي 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 شام اللي شتحتو في سيكونس داتاك اول مرة نشوفو فيها الورال جربت شتحت معاها الموزيكا برشا حمزة بوشناق عيشني معاها الموزيكا نحطها كل يوم نشتح دون مانيين ديفيرانت مرة نزي دايق مرة نهبت مرة نغز مرة نعيش اللي تعاد اللي عباد حاج اخرا جملا وقتها كتحطت الموزيكا خرجت حاج اخرا ديفيرانت خليته يعيش يعيش غيالما البرسوناج يعيش ويسنبوز في وسط العباد ويعيشت الحاجات نقولك مثلا مع نيجيا مع روزا كيفيش نيجي محب زوز فرد وقت كيفيش نجمة عمام شو الفرق بيناتهم شنو اللي يعجبو في هذيكا وشنو اللي يعجبوش في الأخرى وعليش يوصل يخون مرة اللي رو يحبها رو يحن برشا عشرا برشا صدق عليش ما يصار رهيش عليش يصار روزا شنو اللي يلقاه في روزا هيدا الكل الأسئلة اللي ترحتهم نفسي اللي باعت اوتوماتيكمون خرج خرج علاقة توتالما ديفيران لورال كناتري متهرب ضريبي ضريبي فاسد محتكر قاتل مغتصب قد ما نقول لك ما فيكش حقك ماذا حبيتو تقدمو من رسائل للجمهور من خلال هذي الشخصة يا انتي و عمد الحميدو؟ الانسان هذا كما قلت انتي فيه كل عيوب بش تخليه هو ما يحكمش ابوخطان هو يحكم في رجوش هذي هي الفكرة يعني ينجم يكون فيها رجوش برشا ناس باهين لكن يحكم فيهم ناقع عبد خايب ويحكموا فيهم الناس خايبين علاقل نعم للعكس يلا نثوروا عن الناس لا خلينا ناس برشا ناس باهين وفي وسطنا يعبيت خايبين اما انو نبدأ فينا ثلاثة أربعة كعبيت خايبين نحطوهم هما يحكمونا ونخليهم الناس باهين هما اللي يعانيوا في الناس هذو معناها هذي الفكرة أوسية فهمت خطر معناها انا كنا بطرق نقول انسان هذي رجوش شوفنا فيها دي فالور باهين ياسر قيمة انساء شوفنا المحبة لما بناتهم شوفنا اللحمة لما بناتهم شوفنا فيهم الباهي وفيهم الخايب فيهم اللي يجلطم يضرب فيهم سوكيرجي فيهم اللي يغلط ونقاو الراجل اللي يحكم فيهم ما يشبه لهمش حتى ترف والقاليات اللي يتحكم فيهم اللي هو مازادة ما يشبهوش فيهم برشا فساد برشا حزد فيهم ما انتخطر اوسي ما وصلوا كنا كيك ركوش قد تشبه لتونس عزيز جبالي نسبة كبيرة يعني تونس هي تونس هي تونس يمكن وانتي وانتي تدخل في وسط الحكاية وانتي تحاول تخرج حاجات لكن نحنا حكينا حكاية تشبه للرقوش تشبه للبلاسة والمكان اللي تخيلوا عبد الحميد وتخيلناها معاه واللي عشنا فيه دونك وي من بعد ما غير ما تشعر تلقى روحك في اسقطات خطرك انتي كم فنين قبل ما تكون فنين انتي مواطن تحس الحاجات والتعامل معهم وميناج مكان يأثروا فيك يعنيش اخترتوا تحطوا كل جملة ذيك في أول المسلسطة عالم خيالي وحداث خيالية معناها خفتوا من نقد الناس للقضايا المطروحة نعم ماذا هي تونس ما نحبش انسي دون تيفيل حتى مما كان في تراب الجمهورية ولا حتى التونس من أصل ميش هديك الفكرة الفكرة هاي نجي ندخلوا في عالم وناخذوا منه الفالور اللي حاشنا بيهم بش نصلحوا تونس وين بعض ميجي عيش معايا الحكاية علش لازم نقولك هوني بير ولا هذي تونس بش انتي تعيش معايا الحكاية هيدا فانتازيا جزد تونس بالضبط هيدا مبعد الإسقاط سيوتوماتيك هني قوتلك مبعد القراءة حاجة وانك تطرح عالم وفكر وطريقة أخرى للعيش نحن ماذا يا أخي انتي تقولي تونس نحن عنا الموزيكة الموزيكة اللي جات الانسبيراسيون منها برشة حاجات الحمزة بوشنيق اللي جينين نسميه دي ما كي نحكي عليه ما تشبه لحد شيء اسمعانيه قبل فيها فيه فما الدخل فما في القاعب تونسة الحاجات ما تشبه لحد شيء اسمعانيه قبل ما نقصد معناها في في أمانت با اللي شبه لها ذاك اللي شوفناها ذاك للرقاكجة الرقوج اللي وليت كلمة نحن نقولوا هاي هابطي الرقوج حتى في وسط التورناج دوك حاسينا بالمكان بالطاقة متاعه وذك هو اللي صار معناها الإسقاط صار مبعد مبعد في القراءات ما مليش نكتبو نقولوا هاذي قصدنا به هاذا ولا هاذي قولناها على هاذا ولا هاذا أعب العاني يزوري قانون يفي باسا الحقيقة في الكتيبة تخيلنا حكاية سردناها كما كما تفكر فيها عبد الحميد وكما عاوناها نحن بش نردوا ردوا الحكاية في ثمانتاشنا حلقة لكن في الكتابة في نفس الوقت هفما حاجات معناها تحيلنا إلى أحداث صارت في تونس وهذاك عليش فما الناس تتماهى مع العمل بالنسبة لل اي 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 فما بتبع هاني قلت لك فما يمكن دي كلان داي فما حاجات اللي تقول اي هوني حاجة ووجعتني ونذكرها الوجاع هاذي وين صارت وكيفاش صحيح فما منه لكن هاني قلت لك زيدا ما تنجمش جرد روح كمواطن من الفني اللي يكتب وقتها ولي عيش مع المواضوكم ولي عيش مع الحاجات مع القضايا هذوكم خطر قيمة انساء مثلا اللي موجودة في المسلسل من القيم اللي كانت واضحة انه تحب نرسخوها بالنسبة للناس هذو ما انساء الكديحات اللي يخدموا هما بالحق على رجالهم اللي هما يركركوا في القهاوي وفي الشيش وركشين وكذا وذو ما انساء اللي يخرجوا وهم يهزوهم وهم ينجموا يقويمهم وهم يردوهم في غيال مو معناها ينجموا يحلموا فهمت؟ دون توسا ما في هذا الكل الفكرة من اللي خرجت البلاسة هذي على قد ما كيما قلت انتي جميل تشبهن على قد ما تشبهنش يعني بش نصنعوا الفانتازيا ما نجموش نكونوا نعطيوا دا ريفيرانس للعباد ولا نقولوا هذيك اللي بلاسة غادي ولا يجا يجا عيشها معي الحكاية يوصلو لكم بعض الأحاسيس اللي تحب تحسهم ولا تحبهم يشبهو لك على بلادك ولا على تونس ولا على المومون الخايبين اللي عايشناهم ولا باهين زادة أوسية خطر نحنا زادة تونس برشة محبة أوسية في مشاكلنا الكل وين متاداد شوية هاك بنحبوش في بعض نارة وتتكتل الأمور كنحبو أكثر واحد احنا عدلي 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 الشهام عدلي 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 في التعامل مخيك ناتحثني في حاجة موجود في التعامل معه الممثل حسيم الاغريبي في أول مرة تتقابل معه تحية ليها أنا أول، أول كانت أول معرفت حسين معرفني أفف المنصف دويب في التصوير متاعه ومن بعد خدمة معايا في دور العيفة حسين من أحسن الاكتشافات بش نحكي على الممثل لكن نحكي على الإنسان إنسان ساعة طرفة اللي في حسين من نجمش نحكي لكم إنسان يطلع لي بطلعات في طنبك طب ومعندو حتى كلمة يبعاثني مستعطين تعصباح يقول ياقه انا راجع في النص وانت يقدس في البيضق يعني فهمت ومعندوش نص يعني يبعطي حاجات أبسورت نبدأوا قاعدين في الكرهبة مثلا قاعدين وين عندي نص نبدأ برشا جوج ما بش نحب يقول لي ما لش تقولين مصبح البارح راو نص موشين يقول لي عندي أحوح سهل أحوح راو راو جرت معا نحب نحيي الممثل اللي فيه والإنسان اللي فيه ونحبك برشا نقول له حسين انا كم بش نحكي على الممثلين بش كون بش تحكي على صرته في التورناج هذا بلحق محبة كبيرة بلحق محبة كبيرة ياسمين ديما نبدأ بيهما ديما ما فيهاش هذيك ما بعد نقول للممثلين الاخرين كل واليد قد اشتعدى الكورا بيناتنا أول مرة نخدمه قدام بعضنا واليد عيدي أبدع بحري فاتوما بالحق معناه لرغم لي ما تقبلنش فرداكس قد ما نتفرش قد ما صابر وسليتي كل كل أسمع ما نحب بش نشكر بش نظلم الناس وكي ثم المساحة عزيز جبالي ان تزيدوا من عندكم هكا ولا؟ مثلاً اللي بدنا بها عدلي 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 هذه زيادة من عندك انت ومشيت ثم الجول مزيان معناها ما عبد الحميد هذيك وين الكنفانس عبد الحميد يقولك اقترح وعندي الحق نقولك اي وعندي الحق نقولك لي اقترح علي بالكشي انه نفلت حاجة كبيرة انا فطورناش مخرج ديمو مخرج ديمو انا هكا حسيت قال فازي نجربوها قال لي وين نتفاهم عنده نظرة اخرى كذي ووقت همشي معايا فاهم وبش نقنع هذا الاخر عهد وش هكي كاسا قلت العاصم بالتوهيب قلت لي عاصم يركز مع البرسوناج ومعه روحه يبدأ عايش وكتخيبه منستعرف ومش يخرج هذيك بالرسمي انسان ياسر وانا نحب نضيع له تركيزه ومانتوه نحب نقوله قلت له وقال لي قلت بش نقولك عدلي 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 قلينا بزا يعاني قلينا بزايا قلينا بزايا دوك ستة ساة حتى انا وبحري بحري رحالي نحب يقوله احبوك كثيرا بحري رحالي بابا وخويا وصاحبي فنان كبير زادا مشيتا كبارشا فما دي سيكونس نحسوهم اكثر من دي سيكونس قلوا فهم حاجات اكثر هذيك هو فما كومبليسيتي كبيرة صارت مبيناتنا ومبينات عبد الحميد اللي خلقها بيناتنا خطر بارشا 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 خدمة صارت بارشا فاطمة بسعدين ابدأ كفان مانيفيك بالحق كفان عنده حاجة تخي سبيسيال في التمثيل هالعالم الفانتازيا هذيه كان يما كانش حذرنا او حذرتوا التوينس انو يقبلوه من خلال كان يما كانش حسب رأيك انتي عزيز الحقيقة اللي لاحظته اللي الناس بدأوا يستنسوا شوية بالريتم منتع الخدمة اللي يخدم فيها عبد الحميد اكثر اللي نكونوا فيها نحنا ديما معاه انو اونا ستغلوا تبعوا الحكاية راهوا مهوش هذيك هو الريتم هذيك هو الريتم اللي ماشي فيه هذيك هو التسلسل متاع الاحديث انك لازم تتبع الحكاية تدخل معانا في القصة حب البرسوناج تعلق بهم وهانا بش نتبعوا الحكاية وهي بش تكبروا هذي اللي قاعد يصير اشاك فا انو الناس ملوه كان يما كانش التوينس ملوه مرقب لوهش مرقب لوهش وبالسوكسي اللي صار هذيك الكل في السبعة ثمانية حلقات الويلة تقول ماناش نتعدهوا في التلفزة فما حد في بلوه فما حاجة ثمانه وبتعده هين بعد صارت البيك ولا نعكي ولا فينومين وكبه هذي هو انو الناس تتقبل ملوه وزيدة فما لوريتم متاع رمضان اللي هات فيه ساعت اوه اعطيني اي احداث اعطيني حاجات فهمت وفما زيدة انك انتي تحافظ على نفس الثنية اللي ماشي فيها في طريق الكتابة في الموند واللي تحب تخلقوا في هذا الكل حاجة البيه اللي تبعونا تبعونا اكثر وكانوا يستنيوا من الوه اللي فما حاجة بش تتبدل وتبدل الريتم وهاو نشوفوا الرياكسيون انا كي نقرأ الكمانتير ونقرأ ما نجب كي نكون فخور بالليكيب لكل تكنيك مكياج كوستوم ميشة وميهوب ريهيم نحب نحيي لكل هم شاشة نحب نحيي سيهم نحب نحيي مروين نحب نحيي مهدي الكل في كوستوم مكياج والله نحب نحيييهم خطر خدمة كبيرة صارت في وقت واجيز في وقت واجيز بالحق خدمة كبيرة معتيني جميل سؤال خطت بداي في الشوك يشكر مجهود الناس مجهود الناس احنا معنى الأسف سنة عنا ثلاثة مسلسلات ما تراش وقلة الأعمال معناها رجوج يبرز عنا تصورتك عنا خمسين مسلسل في البلاد فم متابعة معنا فم كونكورنس كبيرة هذا اللي حبيت نقوله يمكن جميل في كلام اللي حتى في وست ميات المسلسل رجوج كان يكون ديفيران خطروا ما يشبهش للي موجود معناها والله العظيم عمري كنا في كونكورنس غيالما بمنطق الكنكورنس ما يشبهش للي موجود 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 ما يشبهش للي موجود ما يشبهش للي موجود 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 ياسر نظيف ياسر أعتبر وصديقتي وكل شيء يفهمت ولكن هناك تنفيذها لا يوجد عزيز و هيلة يتنفيذ الاثلاثين مازال في الدور؟ في الحلقات يدوري تقريبا حلقتين مازال لوريل ما نشوفه في تطور الشخصية؟ مازال 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 في برشا شخصيات مازال عنهم مش نكتشفوا مازال اي مازالتوا عنهم ما يقبتشفوا مولا نجم قول كمارينة شاي اي اي كما رينا شاي شنو معناه فما حاجة في البرسوناجلي مازالنا مشوفنا هيش أنا مش تذلك سؤال عزيز جبالي كانت تضحكت اخر شو منو السؤال؟ خرجت خلاش تريد مسألة الفضاء بشو سألك على تضحك تخرج البرنامج شبيكشل تلوخ كذلك تانمو شديت من عملت اكزيرسيس كامل والله اكزيرسيس ما هوش سهل تضحك تخرج برش انتقادات البرنامج على اساس ما قدما برش انتقادات انه ما يضحكش معناها هالتجربتي كيفاش خلقيت الانتقادات الموجهة لها والله انا كانت تترجمة ممتازة نعمل جاول حقيقة نحن معناها كسواء ليكيبا نعمل جاول نعمل جاول نعمل جاول بش نحكيلك لحكيك كيفي صارت ما افهمها اسألتني ما بش نحكيلك عبير تضحك تخرج استاد عنا سامي ليكيبا ليتيماني فيك ممثلين لكل شهد لي ووجع عفر من حبش نسمي ساوسن بسام لوبنة ليكيبا الكل تفتق معناها ميجالو كل جهاد سامح كلهم كل داريين كل محليهم دوك لما حلو نحنا وقتا معنا رانا رانا تعدينا بدي ممون بالحق دفورير تحكنا شخنا نحنا سايبنا رويحنا توتالما حظرنا حاجات وفما حاجات بشيو سبنتاني وشخنا وعدينا تخي تخي بو ممون شخنا مبعادنا كيراوحنا فهمت بعد متنجا مش تكون عندك فكرة انتي على كيف يكون وكيف يتلقى هالعبيد ولا كيف يتلقى من أصل فهمت الجمهور أبرا ما ما تلقاش بنفس الإحساس اللي نحنا حسنا ولا بنفس الإنرجية اللي نحنا حسنا وقتها الحلقة الأولى يمكن مساعدت ناش خطر انبعض تحسن تراؤو برشا وبعض برشا ضحك وبعض برشا ناش تراؤو بعض لقاة تفم لقاة شيخ تفم ناش عجب البرنامج لكن سيتيت روتار ناش كلاسيتو مع برشا ناش بش ما نقول ناش مع لخطر برشا ناش زاد حب الإميسيون كيما قلت لك يمكن اللي حسين هنا نحنا ما تعاليش العبيد هذا اللي خلى سيميفار يوقف البرنامج ممكن 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 تحب في نفس السياق التصوير صورتو على طول حاولنا نكونوا على طول لكن بعض مخلطناش دونك استحقينا أنا نزيد ونصور بعض حاجات ما تصورتش كيماليز انترفيو كيمال برشا حاجات أخرين اللي خلطنا عودنا صور ناهم فاهم التخرين ما للنجم نأكد هولك جمال أي ممثل موجود غاد يذكر الانفان اللي فيه اللي حاب يلعب جوغ يشيخ لو ممو يعيش معاه وكل يعني قلت لك يمكن ما ما تلقاووش كما نحن تلقينيه ومع شوش الممو كما هو رو تصير هذه معناها لبنزديري قالت في مع أمام العياري في وستار أنه الديوان أنه البرنامج مش يرجع بعد ربضان مش تكون موجود فيه ممكن 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 أنت مستعد أنك تكون موجود فيه أي الحقيقة معنا أنا ياسر كنمن بحتي ندخل فيه نمن أني نحن نشح حتى لخ الرمق حتى كان موجود نحاول بش ننجح البروج هذي إن شاء الله كان فما إن فسي بش نعطي إن فخير وأحلى وفيها أكثر ضحك وتعجب أكثر الناس ماذا سي جميل أنا عجبني سنة برشا من الأدوار الصعيبة في الدراما التونسية سنة وحتى في تاريخ الدراما معنا الدور مركب أكثر صحة برك الله فيك أمتعتنا في خدم تك سي جميل أنا فان بيك والله أنا فان بيك أنا دي من قولها في من أول انتر مش خطر قدامي دي من قول دور عبد المجيد في جميل سيدي محروس هو دور أحلي كنت نتفرج ونقول صح عليه وما لا دور وما لا أداء وما لا شيخة وما لا متريز وما لا قدش حبيت والبرسوناج وما لا فترجع لك الكورة معناها من الأعماق قلبي بالحق ودور الورال أنا ثمانية النجم موجود فيه دور معناها في الحق ثري وأبدعت معناها صورة ممثلين من أجل مختلفة خطر جميل المشكبية برشا معناها أما هذه الصورة الإيجابية محلها نوفى بها بيانسور أنا ديما نقول تعلمنا من الفرجة والفرجة فيها برشا جميل في برشا جميل في تاريخنا في ذكرتنا بالحق عبد الحميد ماشي في الثنية مو غايرة لما هو سائد اللي سنسنا به برافوليكم زوز لحقيقة شكرا يا جميل أنا فرحان بحاجة بقطع نظر على المحتوى هاي في البن يوسف إلي جان سي ساب كومير معنا تجرب مرسو معنا تقول القديمة فيهم سوسا نجومي سوسا نجومي مزلت هذا مهم مهم ينكون مزلت اي 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 شكرا